السؤال الأولاني اللي وصلنا بيقول إيه؟ عندي ابني عنده 17 سنة مضمي للعبة على التليفون اللي هي للـ 24 ساعة السماعات في ودانه للـ 24 ساعة السماعات في ودانه لدرجة ظهره نحنى من قعدة التليفون ده كلام أمهاتي بس دي برضو ممكن طبياً يكون حاصر يبقى ظهره نحنى من قعدة التليفون وهو اسمه معتز كفاية كده معتز كفاية ما تزوديش عن كده وهو اسمه معتز يا ريت يا شيخ تفوقه من اللي هو فيه ده والده مخليه يشتغل معاه ممكن الزبون يسيب المحل ويمشي لما يشوفه مش شايف شغله كويس طيب الحقيقة يعني اللي حضرك بتقولي ده هو حال كثير من أولادنا ليه بقى يبدو والله أعلم يعني احنا محدش نزعج يعني يبدو والله أعلم ان احنا كان يجب ان احنا كأباء وأمهات نؤهل لهذه اللحظة الفارقة في حياة الإنسانية اللي هي ايه اللحظة الفارقة في حياة الإنسانية هذا جيل زي هذا جيل الألفية هذا الجيل أنا آسف يعني جيل له سمات مختلفة تماماً عن سمات جيل التسعينات والثمانينات حتى والسبعينات لأن دولة لسه أظن جيل التسعينات وجيل سبعينات أظن أن أولادهم المفروض أنهم كبروا على أنهم يبقوا من جيل الألفية شوي أو حتى ممكن ندخلهم معه ايه يا سيدي الحكاية؟ الحكاية أن احنا عندنا جيل مختلف تماماً أنت كده بتشارع عنهم اللي هم بيقولوا لا 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 خارس احنا بنحل دلوقتي احنا مش دلوقتي أنا مش بجلم عارفين ايه أكتر حاجة ممكن معتز ما يخليه ما يسمعش كلامي حضرتك أنه ما يفهمش اللي أنا فهمه آه يبقى أول حاجة بنصح حضرتك قبل ما بنصح معتز أن أنت تفهمه معتز لأن المعتز محتاجي يتفهم طيب زي ما رسول الله كده كان فهم سيدنا أنس وحضرت النبي من فهمه لسيدنا أنس فسيدنا أنس بقى أصد سيدنا أنس مين بقى سيدنا أنس والدته لأنه هو شخص شخصية مستقلة وبين عليه النواع يبقى حاجة مهمة والدته راح تعمل ايه؟ والدته لحضرت النبي عشان يفضل معاه كده فيتعلم منه بالملاحظة بالمعايشة يعني هي راحته عشان يتربى بالمعايشة مع حضرت النبي فيقول خدمت رسول الله عشرة سنين فشوفوا ملاحظة في سيدنا أنس فلم يقل لي لشيء فعلته لي ما فعلته ولا لشيء تركته لي ما تركته فعل كده ما تعلمش من حضرت النبي لا تعلم وعشان كده أنا بقول لحضرتك أن السيد معتز وانت سمعني يا سيد معتز هو عنده صفات مختلفة عنده صفاتين أولى لحضرتك من الصفات يعني مش دي صفاتين بس لكن في صفاتين مهمين أن حضرتك تعرفيه في السياق ده السفة الأولانية أنه هو شديد الصلة بالمشاهدة بيحب المشاهدة جدا إحنا كنا عندنا شديد الصلة بالخيال والصورة هو شديد الصلة جدا جدا بالمشاهدة بيحب يشوف يحب دايما أن يشوف وهو شايف أنه هو قادر على التعلم الحر يعني هو قادر أنه يستفيد لوحده كده فهو وعاده مع التليفون هو بيقول أنه هو قادر يميز ما بين الصواب والخطأ وقادر يتعلم من الحاجات اللي هو بيشهدها حتى لو كانت لعبة هو بيقول كده أنت حضرتك بتقول له لأ لعبة يعني لعب هو بيقول لك لعبة لأ الإنسان يستطيع أنه ينتفع بكل حاجة حتى لو كان اللعب حضرتك بتقول له لأ أنت بتكذب هو بيقول لك لأ أنا بتكلم بجد فهنا عندنا وجيتين نظر دلوقتي بالوجهة أنت النظر بتقوله أنه هو ممكن يستفيد من اللعب من اللعبة دي بيستفيد إيه؟ لو قعدت معي يقول لك أنا بستفيد استراتيجيات بستفيد تكتيكات بستفيد كذا فمش هتلحق عليه فهتسمي اللي هو بيعمله ده طلماضة وأنه هو بقى ضلالي وأنه هو بقى بيحور لا هو ده اللي بيعتقده بس احنا مش قادرين نفهم ده لأن الفكرة النسبية خلت الإنسان ممكن يقول أنه هو يستطيع أنه ينتفع من أي حاجة أيا كانت الحاجة دي طيب دي بدي أول حاجة الحاجة التانية أنه لما لاقي ابني قاعد على اللعبة 24 ساعة فبداية الحكاية دي هي شكل من أشكال الهروب وهو بيهرب من شوية حاجات أول حاجة أنه هو بيهرب من عدم الاهتمام أو بيهرب من تصور أنه أنت مهم عندي لمعنى معين والمعنى ده مش فيك فبيروح هو يلعب لعشان يجد نفسه مهم دي بأول حاجة أنه هو هربان أنه محدش ملتفت له أو هو هربان لأن حد قاله أنت هتبقى مهم عندي لو أنك أنت متفوق أو أنت بتسمع كلامي أو أنت مشارك معانا متعبنا فمحدش قبله كده حاف لازم يبقى هو بيدفع حاجة عشان يتقبل والمشكلة عند جيل زيت هو مسألة مهمة جدا أنه هم بيحبوا أنه هم يتقبلوا زي ما هم هم شايفين كده أن كل واحد فيه حلوت وجماله فعايز يتقبل زي ما هو الحاجة اللي بعد كده أنه قاعد الوقت ده كله لأنه هو في الحقيقة ما تعلمش إزاي استثمر حياته فهو إيه اللي حاصل فبيستثمر حياته في متعة أو بيحصلها وخاصة أنه أنت بتكلميه بيقولك أنا ما مأزيش حد مش ده أحسن من أن أنا أروح أأزي نفسي أو أأزي غيري فأنت لازم تفهم أنت كله آخر حاجة عنده أنه قاعد كده لأنه شايف أن الحاجات دي بتثيره وهو شايف أن الحاجة دي أحسن إصارة من الحياة اللي هو بيعيش طب نعمل إيه بقى؟ أول حاجة ببساطة خالص إحنا لازم نقدم له بدايل والبدايل دي تكون بدايل حقيقية إيه رأيك أن البدايل دي تكون أنه هو نقعد مع بعض ونسمعه وبيعرض وجهة نظره في الحياة وجهة نظره في اللي بيتسمع وجهة نظره في الأغاني وجهة نظره في حاجة نسمعه ومش من أول مرة أصلي يجي مثلا في البيوت يقولوا إحنا والله يعني إحنا عملنا كده وما وصلناش لنتيجة مش من أول مرة إحنا عندنا الولد بقى له سبع سنين، ثمان سنين، عشر سنين هو قاعد أنت نفسك بسمياه مدمن فلازم هو يتعود أنه هو يأخذ على حاجة تانية اسمها المشاركة فلازم هو نعوده على أنه يبضي رأجه ويسمعه وما فيش منع أنه نفتح قضية ونقول عنه نسمع كلام معتز المراضي ومعتز يتكلم نقول له والله الكلام ده مهم جدا جدا وما تبقاش الأوقات طويلة جلزي ما بيحبش الأوقات الطويلة يبقى إيه اللي حاصل نقول له تعالى ونكمل المرة التانية فيجد المسألة المرة التانية كويسة ونبتدي نتداخل معه في الحوار ونبتدي نطور الكلام ده معتز أنت في الحقيقة محتاج أن أنت ما تبقاش روبوت روبوت أنت محتاج تبقى إنسان طبيعي فلازم تكون مع أهلك هما لو مش قادريني يفهموك ابتدي أنا قلت لوالدة حضرتك أن هي تسمعك ممكن بعد إذنك تخصص لها نص ساعة كل يوم تعرفها عليك هي محتاجة تعرفك لأن هي لو عرفتك ممكن هتشوف فيك حيات حلوة كتير وأنا هاخد عادة عليها أن هي تسمعك لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقدر الأطفال وأنت مش طفل أنت شاب ملو العين لو سمحت روح كلمها وما تخافش أنا عارف أن أنت تقول لي هي ما تسمعش كلامي بتدنرفز من كلامي روح كلمها ولو سمحت إيباله كلامه لأنه كلكم راعي وكلكم مسؤون عن راعيات